موسيقى السفر هل يجوز للإنسان أن يجمع ويقصر؟ واش يجوز المين؟ يا صدقة الله تعالى يجمع ويقصر يجمع المغرب مع العشاء المغرب وش حال يصليم لك؟ ولك يخصوه يقصره وش حال يصليم؟ خليه ولك يخصوك تقصرها ببا يخصوك تقصر شكو قالكم هذا؟ يخصوك تقصرها السي محمد ها؟ لا المغرب المغرب الرباعي وش حالة؟ ثلاثة باص ها سدي مدفع فعتوش إذن ثلاثة مع زوج اه كي يصلى إن شاء الله في السفر ثلاثة المغرب والعشاء يعني يصلىهم زوج يعني هوا قصر وجمع؟ جمعة قديم واش يصلي الويتر إن شاء الله تعالى مباشرة الموردعشاء؟ والليس نحنا في المغرب هنا كي نجمعه وش تولى؟ كي قلنا الإمام ما تصليوش لوتر حتاي والذن يقولنا ما تصليوش لوتر وش فعلوتر ما تصليو حتاي والذن ياك؟ حتاي والذن العشاء ونمشيوا للدار وما تصليوش إن شاء الله تعالى حتاي والذن العشاء والنظون نصليو إذن واش يجوش ولا ما يجوش؟ لا يجوش لا يجوش كاي اللي يقول ليه إن رخصة واسمها يا رخصة؟ أممم وغيرت نقول لهذا الناس هذا أمر فيه خلاف بين العلماء والخلاف اللي فيه بين العلماء واسمه هو واسمه هو هل الوتر إن شاء الله طبعا يصلى مباشرة بعد صلاة العشاء حتى ولو صليت يعني مع المغرب؟ أوائل الله أوائل الله لابد من أن يصلى الوتر وقت صلاة العشاء هذا هو ولذلك الحنفية والشافعية اش كاي يقولوا؟ هو تابع لصلاة العشاء تابع لصلاة العشاء صلي العشاء صلي مور هالوتر لأنه تابع للعشاء ثانيا واسمه ثانيا أن العشاء لما يدقال؟ للمغرب والعشاء للمغرب والعشاء العشي لم يقولها؟ للمغرب والعشاء العشاء العشاءين كيتسموا العشاءين ولذلك شاء الله تبارك وتعالى هذا الرأي يسر على الناس كثيرا حينما يصلون المغرب والعشاء جمعة قديم إن شاء الله في الصفر أعونا يصلوا أعناية جمعة قديم بسبب البرد ولا تشتاه ولا يجوزوا له أن يصل الوتر إن شاء الله تبارك وتعالى لكن المالكية يربطون القضية ليس لا يربطون الوترة يعني بصلاة العشاء ولكن يربطونه بوقت آذان العشاء فيقال لابد أن تنتظر إلى غاية آذان العشاء حتى تصلي الوترة إن شاء الله تبارك وتعالى إذن سيدي هذا ركاين هذه زوجة الأقوال كينين إن شاء الله عند العلماء إذن واش صليه أنتم وإلا ما صليه صليه وإلا ما تصليه صليه على الصليه فهو الأيسر والأليق مش معنى الخرين معنا خراء تبارك الله ولكن إن شاء الله واسمه مرتبط بالعشاء صليه إن شاء الله تعالى تريح مع راسك إلا غاية تبقى حتى الوقت باشي وذ العشاء وتنوذ تصلي غاية خلي تصلي العشاء في الوقت إلا غاية غاية تصلي خليه حتى تصليه صليه الويتر منين قلتلكم هاشي؟ من عند العلماء إيش نعم تبع المالكي صاف المهم إن شاء الله تبارك الله تطمأن باش تصلي تبع المالكي صاف يصلي مع دخول الوقت صاف إن شاء الله تبارك الله إذن هذا يشوفه يخص الإنسان يعرف إن شاء الله أن هذه الأمور فيها ساعة وأي شيء فعلته فأنت عن السنة الحمد لله الحمد لله فلا يعيب هذا على هذا ما دام هناك الدليل ولذلك يسلي عرف الدليل ها؟ هذا رأى ما نهضرش معه اللي ما يعرفش الدليل واسمه يتبع شكون؟ الإمام ديالهم إلا ما يعرفش الدليل ديال الإمام دياله ديال الإمام مالك ما عرفوش يتبع شكون؟ شكون؟ إلا إلا شكون يتبع؟ قال الفقه دياله اللي يصلي معه تبع الفقه واسمه يقول لك الفقه قال لك كيكمل هكذا يجمع المغرواش يقول لك ما تصليه وش الله رحمه مالديكم لو ترحته وذل عشاء أروح صاف قالها الإمام ديالك وتكون مريح ديرها فعالم وروح سالم صافي أنا يعجبني هذا اللي يكون قبض في واحد حاجة مزيان مزيان باش ما يبقاش يغل يجي يلعب عليه